نادي الأهلي كان عنده مبرأة أمس مع شباب بلوزداد وتعادل النادي الأهلي بعد تعادل مع يانجا أفريكنز الأهلي بخمس نقاط في مجموعة وبدورة أبطال أفريقيا والطبيعي أنه كان يبقى تسعى ما كانش ينفع يتعادل مع يانجا أفريكنز وما كانش ينفع يتعادل في الكهرة مع شباب بلوزداد تمام؟ سؤالك كمشجع للأهلي سؤال منطقي وطبيعي هو إيه اللي بيحصل في الأهلي؟ الأهلي اللي حصد كل شيء الموسم الماضي بنفس اللعبين بنفس الجهاز الفني إيه اللي تغير؟ لماذا تراجع الأداء؟ أو بمعنى أضق لماذا تراجعت النتائج؟ عشان أنا في رأيي أنه أزمة الأهلي الكبرى متعلقة بإنهاء الهجمات وليس في طريقة اللعب أو أسلوب اللعب أو الوصول للمرمى؟ الأهلي بيوصل للمرمى كتير بس بيضيع كتير في رأيي أنه إضاعة الأهداف الكتير في النادي الأهلي سببها عدم تركيز سببها عدم تركيز هقول لك شوية حاجات تدلل على ده وإحنا منتكلم وإحنا منتكلم مش عايز بس أقول لك رأيي دلوقتي لما أقول لك شوية أخبار مهمة جدا إضاعة نادي الأهلي بعد المباراة ودخص لنا هنا في رقم 10 عنف إن المعلومة دي وهم معلومة مؤكدة قررت إنها توقع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب تراجع النتائج 100 ألف جنيه على كل لاعب 100 ألف جنيه على كل لاعب أساسي و50 ألف جنيه على البدلاء والمستبعدين يعني إنت لو كنت مستبعد هتاخد برضو 50 ألف جنيه غرامة مع الحالة عامة ما هذا اللي بقول لك عليه حالة عدم التركيز هي حالة عامة اللي بيلعب مش مركز واللي استبعد هو استبعد عشان مش مركز أصلا بس مش دي الحكاية مش دي الحكاية بس اللي هم لعب النادي الأهلي الأسين والاحتياطين لا ده فيه كمان غرامة مالية على الجهاز الفني بقيادة مارس الكولر بسبب تراجع النتائج مش بس اللاعبين لا والجهاز الفني وكولر كمان فيه غرامة عليه بسبب تراجع النتائج فيه حالة مش طبيعية صدقني فيه حالة مش طبيعية أنا عايف أنت كمشاكل أهلي بتحبش تسمع حاجات اللي هو إيه أقولك أنه الأهلي فيه حالة غرط وبالمناسبة قبل ما أكمل الخبر المهم جدا اللي معايا ده بالمناسبة يعني ما زلت عند رأيي ومصمم عليه أنه الأهلي مش في أزمة كبيرة الأهلي يمر بتراجع نتائج وعلى شان الجملة الشهيرة وانتوا ليه كلكم بتقولوا أن الأهلي مش كويس وتسويوا النادي الفلاني والنادي الفلاني والنادي الفلاني والنادي الفلاني يا سيد يا محترم يا مشجع عظيم للنادي الأهلي نحن نقارن النادي الأهلي بالنادي الأهلي يعني أنا بقولك الأهلي السنادي مش في أحسن أحواله أنا بقولك كده عشان بقرنه بالأهلي بتاع الموسم اللي فات اللي هو من كم شهر ما قرنتوش بحد تاني هل أنت شايف أنه الأهلي الموسم الحالي هو هو الأهلي بتاع الموسم اللي فات لا مش واضح مش واضح طيب